بعد تحذير الحكومة لعملية تطهير مواسعة أسواق السيارات المستعملة على غرار سوق الحراش المغلق والتوجه خلال أشهر نحو تنظيم سوق السيارات المستعملة على طريقة النموذج الفرنسية حيث تتم عملية البيع والشراء مرورا بالوكلاء المعتمدين كان رأي أصحاب السيارات المستعملة القديم يتبع جديد السماء يطلع الجديد ثاني القديم يطلع السماء مشكلة شيء يحبط يبقى هذا يطلع هذا الجديد يطلع جديد يطلع 30% أو 5% والقديم الذي كان يبيع بـ 25% يبيع بـ 27% و 28% السيارة كما هذه كانت دير 70 مليون إلا دير 90 و 200 مليون كيف يزاد جديد أم لا تزاد في السوق هذه اللي رأيت سوال يوم ميتين وغدو من غدوات 2017 طلعت 25% هذه أوتوماتيك من تباحها والناس يسمع ما عندهم مش حال يسمع لازم يجري هذا كل هذا في 2010 يزاد جديد يزاد القديم يزاد يزاد بعد كل هذا الزاد الأخرى 10% أو 20% المواطنون يرتقبون ارتفاعاً في أسعار السيارات القديمة في حال وجود زيادة بـ 20% في أسعار السيارات المستوردة خلال سنة 2017 كما توقعته جمعية وكلاء السيارات لا تخرج عن الناس الناس هكا ديني لهم لهم لقيتون سنة 2017 كما تخرج عليهم تبو ميباريش يشري ضنوبيل وميباريش لا تخرج عن الناس لا تخرج عليهم خلالهم يدولون إلا بحب 40% أو 60% أو 100% شوش حرام يدولون ليدو 10% أو 6% سما هو خسر في لفا إذن تشكيل الحكومة للجنة وزارية مشتركة تدرس تنظيم سوق السيارات المستعملة والتحضير لدفطر شروط جديد يخص عمليات بيع وشراء هذا النوع من العربات بتخصيص الوكلاء فضاء لهذا الغرض وفق أسعار مضبوطة قانونا فهل سيجد هذا التنظيم جديد للسوق قابلية لدى المواطنين الذين اعتادوا على حرية بيع وشراء السيارات دون المرور على إجراءات المماثلة ترجمة نانسي قنقر